كما التقى الرئيس سيسي بن يودلهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الدمهورية أن الرئيسين أكد أهمية العمل من أجل دفع مصاري العلاقات بين البلدين والبناء على تقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف أليات التعاون الثنائي التقى السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بن يودلهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها الخارجية وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة مشددا في هذا الخصوص على أهمية العمل من أجل دفع مساري العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف أليات التعاون الثنائي بالإضافة إلى صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط من جانبه آرب رئيس التركي عن تقدير التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية مشيدا بما تم في الأوينة الأخيرة من تفعيل لبعض أطر التعاون بين البلدين ومؤكدا في هذا الإطار تطلع تركيا لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات السنائية وكذا منقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنصيق المواقف بشأنها في ضوء الدوري الاستراتيجي والمحوري على الصعيد الإقليمي أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن سبل تكسيف التشاور والتنصيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات السنائية بما يصب في صالح الدولتين والشعبين